اشتركوا في القناة أول إشي بدي أحكي لكم يا هلأ أنا عم بحكي معكم حاولوا تلاقوا أي شي بالبيت وتفكروا هل هو آمن صحيا أو لا هل أنا بقدر أرجع استعمله مرة تانية أو هل هو ممكن لنعمل إعادة تصنيع لإله بالمصانع هاي الإشياء عمر ما فكرنا فيها وبالنهاية طبعا بيكون ناتج عنها ملوثات غدائية أو عم نكون عم نعرض صحتنا وحياتنا للخطر من سواء أمراض سرطان أو من تشوهات ممكن إنها تصيب الجنين خاصة زكانت الأم حامل عشانك ضروري نركز كتير على السلامة الغدائية أول إشي بدي أقولكم يا وإن كان إحنا ما عمرنا انتبهنا لإله هو العلامة اللي موجودة على جميع الأغراض البلاستيكية هاي العلامة اللي هي بتكون على شكل متلت وإلها شكل إعادة التدوير اللي مع عمرنا فكرنا شو بتعني هاي الأرقام لكن هاي الأرقام بتعني كتير بتعني كيف أنا بقدر أستعمل هذا البلاستيك ووين بقدر أحطه ولا إيش بقدر أستعمله والأرقام بتكون عادة زي ما موجودين قدامنا هلأ من واحد لسبعة هلأ رح أحكي لكم هاي الأرقام إيش اللي بقدر أستعمله وإيش اللي ما بقدر أستعمله رقم واحد واللي نحنا كتير منستعمله وكتير سمعنا عنه واللي منشوفه دايما اللي هو يبيه زجلات المي عادة زجلات المي اللي جاهزة اللي نحنا كتير مرات منفكر أو سمعنا لفترة معينة إنه ما ترجع تعبيها ما ترجع تستعملها مرة تانية في منو كان يقولوا لا هاي الأشياء مش صحيحة أبدا وفي ناس كانوا يقولوا بالعكس هاي الأشياء كتير صح وما لازم نعيد استعمال أناني المي الجاهزة وهاي فعلا معلومة صحيحة والسبب إنه الأواني اللي نحنا أو الزجاجات اللي نحنا بنستعملها أكتر شي رقم واحد اللي هي بيكون موجود فيها المي عادة مكونة من مادة بلاستيكية هاي المادة البلاستيكية إذا نحنا عدنا استعمالها مرة تانية ممكن يصير فيه تسريب لبعض من المواد اللي موجودة فيها واللي ممكن إنها تأثر علينا صحيا وتكون مثلا مصرطنة أو تسبب أمراض إحنا بيغينا عنها عشان هيك نحنا بنقول إنه صح هي آمنة غدائيا يعني بنقدر إنه نحنا نستعملها للأغذية رقم واحد لكن ما لازم نعيد استعمالها والإيشي كمان اللي كتير مهم إنه ما لازم نحطها بالشمس لفترات طويلة وما لازم كمان نعرضها للحرارة فهاي بالنسبة للأواني أو الزجاج أو البلاستيك اللي بيكون مكتوب عليه رقم واحد وعفكرة هذا الرقم ممكن إنتوا تلاقوا إذا بس قلبتوا الزجاجة رح تلاقوا المثلط موجود على أسفل البلاستيك أو الزجاجة البلاستيكية وبيكون يمكن بهاي مش رح تكون كتير واضحة موجودة عنا هون على شكل متلط وموجود فيها الرقم واحد وهاي بتكون دايما على قعر أي بلاستيك نحنا ممكن إنه نستعمله بذل هلأ هذا بالنسبة للرقم واحد اللي بتكون زي هذا الشكل هلأ عنا كمان نوع تاني ممكن إنه يكون موجود بالأغذية وممكن إنه يكون ببعض المنتجات اللي نحنا نستعملها بالبيت واللي هو رقم تنين هلأ رقم تنين منلاقيه أكتر بالأواني البلاستيكية اللي بتكون مش شفافة لكنها صلبة نوعا ما ممكن تكون موجودة ببعض أنواع مطارات المي ممكن تكون موجودة ببعض أنواع الشامبو أو المستحضرات اللي نحنا نستعملها بالبيت وبرضه مرة تانية بقول لو بس نحنا اطلعنا على قعر الزجاجة رح نشوف المتلط يمكنه على الكاميرا ما بيكون واضح لكنه بيكون نفس المتلط اللي موجودة على الورقة ومكتوب عليه رقم تنين هاد المنتج البلاستيكي ممكن إعادة استعماله لكن برضه ما لازم نعرضه للشمس مرة تانية وممكن إعادة تدويره ولما بنعاد تدويره طبعا ما بيستعمل بأواني بأشياء أغذية بيستعمل عادة بمسلا بالسجاد أو بأشياء بيدخل فيها البلاستيك هدا بالنسبة للرقم تنين هل الرقم تلاتة أو البي في سي هذا بدنا كتير ننتبه منه وهذا كتير موجود عنا بالبيت وعلى طول دايما بيستعمله مثلا لتغليف الأغذية الموجودة عنا بالبيت أهم إشي بهذا المنتج أنه أبدا ما لازم يتعرض للحرارة وهو من الأشياء اللي لا تعتبر صحية كتير يعني كل ما بنقدر نستغني عنها إذا كان عندنا أواني زجاج يفضل أنه نغنطيها بزجاج عن أنه نستعمل النيلون قد ما بنقدر نبتعد عن الرقم الثلاثة لأنه لا يعتبر آمن صحيا كتير ولا يمكن إعادة تدويره وكمان لا يفضل أنه نحن نحطه بالمايكرويف مثلا أو نعرضه للحرارة فبدنا ننتبه أكتر من الأشياء اللي بيكون عليها رقم ثلاثة أما الأشياء اللي بيكون عليها مكتوب رقم أربعة بيكون برضه موجود بالعبوات اللي تعتبر عادة مش شفافة لكنها بتكون طرية نوعا ما يعني عادة منقدر أنه نضغطها هاي منلاقيها مثلا بعلب المايونيز منلاقيها بعلب الكاتشاب أو الخردل هدول اللي لاحظوا أنه إذا إحنا ضغطنا عليها قابلة للضغط هذا النوع من أنواع البلاستيك يعتبر كمان آمن صحيا كتير ويفضل استخدامه عن الأنواع الأخرى وبرضه بمرة تانية بذكر بس نطلع تحت على طول منشوف الرقم اللي مكتوب عليه أربعة فهذا من الأواني البلاستيكية اللي تعتبر آمنة صحيا ويممكن استخدامها لكن برضه لا يفضل دايما أنه نحنا نعيد استخدامها مرة تانية لأنه مع المدة ومع تعرضها أكتر للضغط ممكن أنه برضه تتسرب لكنها الأقل خطر والأقل تسربا رقم خمسة واللي هو الرقم اللي أكتر إشي نحنا منستعمله بالبيت ومنشوفه بكتير إشياء واللي هو يعتبر أكتر إشي آمن صحيا ما بيكون فيه تسريب للمواد الموجودة فيه المواد اللي بتتكون بتصنيعه برضه بتكون آمنة صحيا عادة منشوفه كتير بالتبرورات اللي نحنا منستعملها لنحفظ الأكل ومسلا هاي رح تكون أفضل أني أنا أحفظ فيها الأكل عن أني أستعمل مثلا صحن وأحط عليه النيلون فهدولة يعتبروا أكتر إشي آمنين صحيا منشوفهم كتير بالكسات البلاستيكية ومنشوفهم كتير بالصحون البلاستيك كمان اللي بتكون قوية شوي صلبة نوعا ما مش طرية زي أنواع البلاستيك التانية ومنشوفها برضه بقواني برضه الأطفال بيكون عليها رقم خمسة رقم خمسة أكتر إشي آمن صحيا نحاول دايما ندور عليه خاصة هلأ بنحنا التحضير للمدارس وتحضير للتبرورات والأغراض اللي بدنا نشتريها لنحفظ الأكل فيها بالمدرسة يفضل أنه يكون من النوع خمسة النوع ستة بدنا كتير ننتبه منه واللي هو بيكون على شكل ستايروفوم أو اللي بيكون زي كأنه فيه فوم أو بلاستيك هذا اللي بيتكسر كتير بسرعة هلأ هذا يعتبر من أخطر المواد ولا يفضل أبدا استخدامه وخاصة بتسخين الأكل وهون حبيت كتير أركز خاصة على هذا النوع لأنه نحنا كتير بنشتري كتير لما بنشتري مثلا المرتدلة أو الأغذية الجاهزة أو لما بنشتري اللحمة بيكون موجود فيه وفي بعض الأشخاص على طول مثلا إذا كانت اللحمة مجمدة بيحطوها بالمايكروويف بهاي المادة أو بعض محلات الأغذية الجاهزة لما بنشتري أكل جاهز أو الأغذية السريعة بيكون محطوط فيها وبرضه نحنا منسخنا بالمايكروويف هنا بيصير المايكروويف خطر لأنه هاي المواد غير ثابتة وبالتالي ممكن أنها تتحلل ويوصل جزء منها للأكل وتعتبر برضه مصرطنة وممكن أنها تسبب تشوهات للجنين خاصة للأم الحامل عشان يكي منقول أنه هذا النوع نحاول كتير نقلل من استخدامه وإذا استخدمنا أبداً ما نحطه بالمايكروويف ما نعرضه للحرارة وقد ما منقدر زي ما منقول أنه نخفف من استخدامه إذا أنا شاريت مثلا مرتديل لو كانت محطوطة بهذا النوع من الأواني البلاستيكية يفضل أني أنا أفضيها وأحطها بأواني خاصة اللي عليها رقم خمسة لأنها تعتبر آمنة صحياً ومرة تانية بجعب أذكر أبداً ما نحطه بالمايكروويف هلأ رقم سبعة منلاقيه أكتر بالمنتجات اللي كبيرة كتير زي مثلاً المي اللي منشتريها العبوات الكتير كبيرة العبوات الزيت الكبيرة بعض أنواع من المطارات ممكن يكون عليها رقم سبعة هلأ هذا الرقم يعتبر برضه آمن صحياً لكن ضروري ننتبه أنه في منه أنواع كتير مختلفة فهون بيدوم أكتر من نوع بلاستيك ضروري نتأكد أنه يكون علي العلامة اللي هي بي بي اي فري واللي هي موجودة عندنا هون بالورقة الأخيرة ممكن نشوفها هاي العلامة بتاني أنه خالي من هاي المادة هاي المادة ليش تعتبر أكتر إشي غير صحية لأنه هاي المادة ممكن أنها تعمل على إنتاج مواد تشبه الهرمون الاستروجيني الموجود عنا أو بعض الهرمونات الموجودة عنا بالجسم وبالتالي بتخرب من عملها وبتأثر كتير على الهرمون عنا بالجسم أو تكوين الهرمونات فعشان هيك ضروري ننتبه دايماً أنه أي قواني بلاستيكية وخاصة الرقم سبعة لازم تكون خالية من مادة البي بي اي وإذا بتتذكروا بسنة 2006 بلش أكتر الرواج أو الدعاية أكتر لموضوع خاصة للأطفال والأواني الأطفال الزجاجات الحليب اللي بيستعملوها أو حتى اللهاية بلش كتير أنه يستعملوا المواد الخالية من مادة البي بي اي لأنها أكتر إشي كانت عم بتأثر على الأطفال وعم بتسبب أمراض وعم بتسبب إعاقات عند الأطفال بهذا العمر فضروري ما نستهين أبداً بمادة البي بي اي اللي ممكن تكون موجودة بالرواج البلاستيكية وضروري ننتبه أنه لما نختار هاي المواد تكون خالية من البي بي اي مرات كتير أنه نحنا منقول إذا كان البلاستيك هلقدي فيه خطر ليش نحنا عم نستعمله؟ طبعاً نحنا منستعمل أكتر البلاستيك لأنه أول إشي لسهولة حمله وزنه الخفيف وبرضه أنه عملي أكتر من أنه مثلاً زجاج يعني إحنا ما منتخيل أنه ممكن نبعث الأكل لأطفالنا بأواني زجاجية على المدرسة فعشان إحنا منبدأ نستخدم أكتر الأواني البلاستيكية لكن ضروري أنه نحنا ننتبه كتير على الأرقام إذا بدنا نقول مين الأفضل ومين الغير أفضل أنه نستعمله ندايماً حاولوا تتذكروا رقم واحد اللي هو موجود بالأواني بالأناني المي اللي نحن نشتريها عادة رقم واحد ما نعيد استعماله مرة تانية رقم تنين وأربعة وخمسة هم الأفضل استخدامهم رقم ستة ضروري أبداً ما نستخدمه إذا ما نقدر وما نعرضه أبداً للحرارة ورقم ثلاثة يفضل التقليل من استخدامه فبالتالي بيكون عنا رقم تنين وأربعة وخمسة هم الأفضل واللي أكتر شي آمنين صحياً أنه نحنا نستعملهم فعشانك ضروري أنه نحنا نبدأ أكتر نتطلع على الأواني البلاستيكية ونتطلع على الأرقام اللي موجودة فيها ونحاول نحنا نبدأ نقلل من استخدام البلاستيك قد ما بنقدر يعني مثلاً إذا كان عندي بعض أنواع من البهارات اللي موجودة بالبيت بحاق بقدر أستبدل أني أستعمل فيها الزجاجات البلاستيكية وأستعمل الأزاز حتى أول إشي البهار كمان على طول ممكن أن البلاستيك يمتصه ومنحس أنه أصلاً في صار تغيير أكتر بنوع البلاستيك فعشانك نحنا يفضل أنه نستخدم الأواني الزجاجية إذا شريت إشي من بره وكان محطوط بأواني من البولسترين أو الستيروفوم يفضل أنه نحنا نفضيهم وأهم إشي أهم إشي ما نعرضهم للحرارة ولما منحكي حرارة بعض الأشخاص بيعتدوا أن الحرارة بس هي حرارة النار أو الغاز لا الحرارة اللي نحنا عم نحكي عنا حتى حرارة الشمس في كتير أشخاص ممكن أنه يتركوا أنينة المي العادية بالسيارة لمدة كتير طويلة وبعدين يشربوها هنا تعتبر غير آمنة صحياً بعض السوبر ماركت برضو بيخزنوا الأناني المي معرضة بتكون للشمس أكتر فهدولة برضو لازم نتبه منهم فعملية التخزين بالسوبر ماركت إذا شريت إشي أو شفت عملية التخزين مش صحيحة يفضل أني ما أستخدمها أو أني أقدم النصح لصاحب السوبر ماركت لحتى يغير منها لأن السلامة الغذائية بتبدأ بأشخاص وبتنتقل كتير للمجتمع بأكمله فضروري أنه نحنا نبدأ نقرأ معروف أنه نحنا مش كتير مرات من ننتبه لهذه الأشياء العلامة كتير سهلة وموجودة دايماً بقار الأواني البلاستيكية فضروري أنه نحنا دايماً نركز عليها أكتر لحتى نختار الأرقام الأمنة صحياً أكتر وخاصة هلأ زي ما قلت مرة تانية مع بداية المدارس ضروري ننتبه للأرقام اللي تكون رقم خمسة أكتر إشي أفضل للتبرورات اللي أنا بدي أجهز فيها الأغراض اللي بدي أودها على المدرسة والنيلون من الإشياء اللي أبداً ما لازم نعرضها للحرارة ونتبه أكتر من موضوع إعادة التدوير إعادة التدوير برضو من الإشياء اللي نحنا كتير من ننتبه لها يعني مثلاً لما نحنا بدنا نشتري نتخلص من الأواني البلاستيكية ممكن هلأ سنعام نشوف فيه أنواع بتكون المهملات مقسمة للمهملات اللي ممكن إعادة تدويرها والمهملات اللي لا يمكن إعادة تدويرها أو الأشياء الورقية فإذا كان عندنا أي أواني بلاستيكية نحاول نحطها بالسندية أو بسلات المهملات الخاصة بإعادة التدوير حتى يكون أسهل فرزها وإعادة تدويرها ونتخلص أكتر من التلوية البيئي اللي برضو كمان بيأثر على صحتنا بهاي المعلومات بنقول خلصت فقرة التغذية لليوم وضروري ننتبه أكتر للأرقام اللي موجودة وزي ما قلنا نختار الأرقام اللي نحنا بتكون صحية لألنا اشتركوا في القناة